هو حلم السكن أن يكون لك بيت تستقل فيه وأسرتك أتحقق فيه مشروعاً اسمه نصف الدين هي جدران تحفظ كرامتك وتمنحك راحة البال وتجسد حقوق المواطنة حقوق كفلها الدستور سكنة عدل حلم عمره 14 سنة لم يرى بعد النور لا يزال جنيناً في رحم وزارة السكن وتصهر على أن يرى النور الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره هذه الأخيرة التي عادت لتزرع أمل اسمه وجود سكنات في سيغة البيع الإيجاري في سنة 2013 زفته لمكتبي 2001-2002 بعد 12 سنة من التسجيلات الأولية وعمقت من حلم اليقظة بفتح التسجيلات من جديد في إطار ما سمي بمكتبي عادل 2 فاتها فتا ألف الشباب للتسجيل وبالفعل تمكنوا تمكنوا من افتكاك تأشيرة الحصول على سكانات لم تشيد بعد ولكنهم متفائلون فقد دفعوا الشطر الأول وهم في انتظار صدعات اختيار مواقع سكنهم غير أن صحائف المرحلة الثانية لم تطوى بعد فألف مكتبي عدل واحد أجبروا على الهرولة مع ضوء الفجر في طوابير طويلة عارضة بالمركب الرياضي محمد بوظياف بخمسة جوليا في العاصمة منذ الأحد الماضي وهذا من أجل تسوية وضعياتهم فهم حرموا من اختيار أماكن سكاناتهم المستقبلية بسبب رفض موقع اختيار السكنات قبول كلمة السر التي يحوزون عليها مما أوقعهم في حالة قلق وشك حول صلاحية هذا المفتاح الأساسي لاختيار مواقع السكن من ساعة سالسة صباحا إلى غاية تمنى مساء إذا كان كل المكتبين تحصلوا على رقم سريتهم ليضيعوها عدة المكتبين عندهم الرقم سري وتم اختيار الموقع من طرفهم ورغم التطمينات التي تبثها وزارة السكن ومسؤولي وكالة عدل غير أن الروايات التي يدل بها المعنيين بهذه السيغة وصرخاتهم التي أضحت صامتة بعدما ارتسامت على ملامحهم تعبر وتشرح واقعا معاشا لا يطاق وكما قالها أجلسة وكما يقولها الحكماء المسؤولية تكليفة فهذا ينجح حقا تبون في مأمورية ليست سهلة ومن شأنها أن تهدي نفس سلم الاجتماعي والأمن الوطني